يعني يمكن الوضع يبقى استثنائي شوية على مستوى منشستر تحديدا لانه طول عمر اليونيتد هو اللي بيحقق الالقاب هو بيحقق بطولات بيقال واعتقد ان ده كان حقيقي الفترة من الفترات انه الاكتر شعبية على مستوى العالم بين الاندية الانجليزية هل تعتقد انه نجحات الستي في الفترة الاخيرة حمنا نتكلم على فرقتين فيهم تنافس كبير جدا على مستوى منشستر نفسها مش بس على مستوى انجلترا وعلى مستوى اوروبا هل تعتقد ان نجحات الستي في السنوات الاخيرة فوزوا بلقب البريمير ليج تحقيق لقب شامبيونز ليج فوزوا ببطولة كاس العالم الاندية هل ده صحب البساط هل ده زود من شعبية الستي شوية على حساب اليونيتد لا لا اعتقد ذلك اعتقد ان منشستر سيتي في اخر ثماني سنوات كان بفعل كان لديها الكثير من الدعم هو واحد من اكبر الاندية في انجلترا بلا شك ولديهم تاريخهم الخاص اعتقد انهم لديهم فريق ناجحة الان انا اتفق مع ذلك ولكن على مستوى الشعبية في البريمير ليج فمنشستر رونيتد هو الابرز منشستر رونيتد لديه اللحظات الارواع في تاريخ انجلترا اعتقد ان التاريخ يشهد لنا بذلك نريد ان نفوز لنسترجع هذه الذكريات اتفق مع ذلك فالفوز بالمباريات هو السبيل الوحيد والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو احضار زين الدين زيدان حالا كمدير فني لمنشستر رونيتد هو القادر على انتشار الفريق في هذه الفترة واعادة الفريق على طريق المرافزة وانت بتتبع بطولة الدولة الانجليزي شايف ازاي المنافسة الموسم الده ومن وجهة نظرك مين اقرب ومين افضل ارتيتا ام جوارديولا السيتي امام الارسنال ها اعتقد ان ارسنال الام يؤدي بشكل جيد وينافس مع منشستر سيتي واظهر منافسة قوية بجانب شايفة لكن منشستر سيتي له السيادة منشستر سيتي يعرف كيف يفوز يعرف كيف يفوز بالمباريات ويعرف كيف يفوز بالكريمير ليج انا كنا قادرون على ذلك حينما كنت ألعب كمنشستر انا قادر على فعل ذلك فهذا ما اراه الان لديهم هدافة دوري لسنوات لديهم افضل صنداع اللعب فبالتالي الطاقة والقوة التي يحظى بها منشستر سيتي لديه تمده بالقدرة اللازمة للفوز بالدوري الانجليزي اعتقد ان ارتيتا مدرب جيد ولكن ليس له حضود هذا العام اشتركوا في القناة